مجموعة العمل البرلماني تابعة للبرلمان العربي إلى المملكة المغربية وما هو انعكاسه على التنسيق والتعاون البرلماني العربي مساكم الله بالخير تأتي هذه الزيارة التي قامت بها مجموعة العمل البرلمانية رفعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحاول الرقمي إلى المملكة المغربية الشقيقة تأتي في إطار تفعيل استراتيجية عمل اللجنة للفترة المقبلة والتي طبعا من بين أهدافها والاطلاع على التجارب العربية الناجحة في مجال التحول الرقمي والابتكار وخاصة على صعيد التحول الرقمي في عمل برلمانات طبعا هذه المجموعة شكلت في العام الماضي بمبادرة من البرلمان العربي برئاسة مع السيد عدل العسومي رئيس البرلمان العربي وتضم نخبة من ممثلية المجالس التشريعية العربية وأشغل فيها منصب نائب رئيس المجموعة والمجموعة تعمل بشكل أساسي نحو الدفع تجاه تحقيق المزيد من العمل التشريعي العربي المشترك لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المنطقة وطبعا هذه الزيارة شكلت فرصة لنا كبرلمانيين لاستعراض جهود دولنا في هذا المجال وتبادل أفضل الممارسات ومن بينها طبعا تقدم الذي يتحققه مملكة البحرين في بناء بنية تحتية للتكنولوجيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية والخدمات في مختلف القطاعات كالتعليم مثلا والصحة والاقتصاد وغيرها وطبعا كذلك في العمل التشريعي فلالطلاع على التجارب الأخرى يعكس لنا مدى التقدم المتحقق لدينا في المجال والذي يعد متطلب مهم للتطور في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة كما أود الإشارة إلى أن المجموعة جمعة العمل رفيعة المستوى للتكنولوجيا تعمل على إنشاء شبكة معلوماتية عربية يمكن من خلالها لكافة البرلمانات العربية للطلاع على عمل البرلمانات الأخرى والاستفادة منه إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى التي نتمنى أن تكون مساهم إيجابي وحقيقي في تحقيق التقدم والتطور لمنطقتنا العربية سعدت الأستاذة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى ونائب رئيس مجموعة العمل البرلماني رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابع للبرلمان العربي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا